نكمل الحرة الليلة من ملف الذكاء الاصطناعي حيث كشفت شركة أوبن اي آي متورة منصة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي تفاصيل عن محرك بحثها التجربية الجديد الذي سيحمل اسم سيرتش جي بي تي والذي سينافس محركات بحث شهيرة على رأسها محرك بحث جوجل ووفق ما ذكرت الشركة في بيانها بأن سيرتش جي بي تي هو محرك بحث أولي يجمع بين قوة نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات البحث عن المعلومات على الانترنت وأشارت إلى أن بحث أو محرك البحث التجريبي سيكون متاحا لعدد محدود من المستخدمين بنظام التسجيل في قائمة الانتظار فكيف سيغير الذكاء الاصطناعي من مفهوم البحث على شبكة الانترنت وما هي مميزات محرك البحث الجديد سيرتش جي بي تي الذي أطلقته شركة أوبن اي آي وهل ينهي جيل محركات البحث التقليدية أم تسعى بدورها لتطوير عمليات بحث من الذكاء الاصطناعي على طريقتها إذن يبدو أن الذكاء الاصطناعي يهدد بإطاحة محركات البحث التقليدية عن عروشها وعلى رأسها محرك بحث جوجل أوسع انتشارا في العالم شركة أوبن اي آي أعلنت أنها تختبر محرك بحث جديد يجمع بين قوة نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات البحث عن المعلومات وسيحمل اسم سيرتش جي بي تي وتسعى شركة أوبن اي آي عبر محركها الجديد لحل مشاكل المستخدمين في البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت حيث يتطلب ذلك عادة محاولات متعددة للحصول على الإجابة الصحيحة من خلال استخدام كلمات معينة محرك البحث الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي سيتضمن خاصية جديدة لمصادر المعلومات أسفل النتائج بإعطاء مصدر المعلومات بحيث يتمكن المستخدم من الرجوع لمصادر المعلومات والتحقق منها وأيضا سيعرض المصر الرئيس لنتائج البحث في الجزء الأيمن من الشاشة بحيث سيجد المستخدمون شريطا للنص يطرح سؤالا عما إذا كان الشخص يريد متابعة البحث إضافة لكل ذلك فإن إجابات النموذج الجديد لن تكون في هيئة نصوص فقط وإنما ستتنوع أيضا بين الصور والمقاطع المصورة يحصل المستخدم على أشكال مختلفة من الإجابات للمعلومات ما يعزز من تجربته وفقا لشركة أوبين أي آي ستضيف أيضا شريطا جانبيا مليئا بالنتائج الإضافية والإجابات التي تدعم المزيد من التفاصيل بشأن الاستفسار أو كلمات موضع البحث التي وضعها المستخدم في محرك البحث الجديد بهدف تغييرها للحديث عن محركات بحث الجديد والتي سيتم استخدام ذكاء الاصطناعي فيها معنا من واشنطن مايكل ساكستن المختص في التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي أستاذ ساكستن برأيك سيرتش جي بي تي هل سيكون مختلف بشكل كبير وهل سيكون هناك منافسة خصوصا بأننا استمعنا في أوقات سابقة بأن جوجل أيضا تسعى لإضافة خاصية الذكاء الاصطناعي على محركها يسعب أن نقول الآن ما الذي سيكون عليه تسيرتش جي بي تي وكيف سيختلف عن محركات البحث الأخرى ولكن رأينا هذا التحول بطريقة عمل محركات البحث ليس فقط في إطار جوجل هناك شركة ذكاء اصطناعي أخرى اسمها بيربلكسيتي كذلك تمكنت من زعزعة مجال عمل محركات البحث بمعنى أنه بدل أن نبحث عن موضوع وأن تتعلم المزيد عن موضوع محدد نطرح سؤالا على الذكاء الاصطناعي وهو يستعمل نتائج البحث لمحاولة الإجابة عن السؤال أعتقد أن ذلك سيغير طريقة استعمالنا للإنترنت بشكل كبير وسنحاول أن نستعمل هذه التكنولوجيا لنتعلم المزيد عن العالم كان هناك انتقادات وتحديات محتملة برأيك إطلاق نسخة محدودة لمن يتقدم بالطلب قبل أن تطرح بشكل علني هل هذا سيساعد في معالجة الانتقادات قبل الإطلاق العام أعتقد أن هذا الافتراض ملائم عندما أطلق جوجل محرك البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي بمعنى أن الذكاء الاصطناعي يكتب موجزا لنتائج البحث للإجابة عن سؤال من المستخدم ففي حالات كثيرة كان الجواب خاطئا وكذلك يستعين بأجوبة من ردد أو من دي أونيون أو من بعض المواقع المتهكمة أو غيرها وبالتالي النتائج غير دقيقة وفق جوجل هذه النسبة كانت ضئيلة جدا ولكن أنا أفترض أن أوبن أي آي ستستعمل هذه النتائج بشكل أكبر ولكن سيبدأ بنسخة محدودة لتخطيء لإصلاح هذه الأخطاء قبل استعمال الجمهور لهذه الأداء هناك تقارير ذكرت بأن تكاليف تشغيل الإنترنت أو الواب لذكاء الاصطناعي قد تصل إلى سبعة مليارات دولار هذا العام كيف تتوقع أن تؤثر هذه التكاليف على مستقبل سورتش جي بي تي أو أوبن AI أعتقد أن التأثير على الاقتصاد يمكن أن يكون إيجابيا إلى حد كبير استعمال أدوات البحث المتطورة تسمح لنا بأن نتعلم الكثير وبسرعة وهي تخفف ضرورة أن يتعامل مثلا باحث ومحلل مثلي مع منظومة أبحاث تكون مكلفة أو مجموعة تعمل في إطار ساعات محددة الآن لدي محرك ذات قدرة كبيرة جدا وبالتالي بدل أن أستعين بمساعد أو مساعدين لن أفعل ذلك أعتقد أن النتائج الاقتصادية ستكون لمصلحة ولمصلحة أي شركة تستفيد من هذه التطورات وهي مثيرة للاهتمام نتحدث عن المخاوف للخصوصية والأمان هل هناك مخاوف محددة يجب أن يكون المستخدمون على دراية منها عند استخدام محرك البحث الذي يعتمد على ذكاء الاصطناعي نعم للأسف شركات الذكاء الاصطناعي ليست دائما واضحة حول كيفية استعمال أسئلة المستخدمين من يمكنه أن يحصل على هذه الأسئلة وكيف تستعمل وكيف يتم الرد عن هذه الأسئلة نتمنى من OpenAI ومن جوجل أن يتعلموا كيف يحسن الإجابة عن أسئلة المستخدمين ولكن الشركات عليها أن تفعل المزيد ليكون هناك وضوح أو شفافية بأن هذه المعلومات لن تستعمل مثلا لدعايات أو للمراقبة ولكن عندما تقول OpenAI بأنه من خلال محرك البحث الذي يعتمد على ذكاء الصناعي سيكون هناك مواقع والمصادر التي اتخذ منها مثلا إذا كان هناك مصدر لـ The Onion وهو موقع تهكمي كما ذكرت سيكون ذلك موجودا وبالتالي إضافة المصدر إلى أي مدى يخدم هذه المنصة الجديدة تحكمي شات جي بيتي نعم شات جي بيتي الآن عندما يجد نتائج للبحث يمكنه أن يرتكز على بعض الوقائع هذا ممكن في إطار جوجل وبربلكسيتي وشات جي بيتي وبالتالي هذا سيساعد في البحث عن المعلومة بطريقة أسرع للأشخاص المختصين في مجالات عديدة بدل أن يقرأوا المحتوى الكبير الذي يصدر من جوجل وبالتالي الآن ممكن تلخيصه من هذا المحتوى هل هذا صحيح؟ نعم أعتقد ذلك أنا ككاتب غالبا أقتبس مثلا مقالة فيها ألف كلمة ولكن أريد أن أركز على واقعة واحدة في هذه المقالة وبالتالي الأمر يختلف عندما نستعمل محرك بحث يرتكز على الذكاء الاصطناعي أنا أطرح بالتالي السؤال وأبحث عن وقائع مختلفة والذكاء الاصطناعي هذا يمكنه أن يشير إلى المقالة التي تأتي منها الواقعة وتحدد ما هي هذه المقالة مايكل ساكسون شكرا على هذا النقاش الحرى الليلة انتهت لهذا المساء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر